تعالوا بقى نروح ونتابع سوى اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وتدريبات الفريق النهاردة ونتطمن كمان على حالة وليد سليمان دي من ضده من ضمن الموضوعات المهمة جدا هنتعرف على الاجابات على كل هذه التساؤلات من زميلنا مرسلنا شريف شعبان المتواجد حاليا في المقار النادي الاهلي بالجزيرة شريف صباح تقول عليك اتفضل بقى ايه انا عايزينك تغرقنا بالتفاصيل صباح الخير طبعا زميل الكريم صباح الخير زميلة الهوان صباح الخير على كل مشجع ومتابعي قناة النادي الاهلي في كل مكان بالفعل متواجدين الآن من ملعب الالتتش والتمرين النادي الاهلي الرئيسي او التمرين استعدتنا طبعا بطولة الدوري اللي هتكون يوم الأربع الاستارت يوم اول يوم في بطولة الدوري بطولة محببة لكل جماهير النادي الاهلي ولقاء قوي جدا لقاء الاسماعيلي والنادي الاهلي بإذن الله رب بإذن الله يكون التوفيق من نصيب النادي الاهلي ويكون الاستارت بتاعنا قوي جدا في بطولة الدوري كل الناس بيسأل على وليد سليمان كان لدي لقاء منذ قليل مع الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي ومدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيز تمنوني الآن يمكن بيتم خروج وليد سليمان من أحد المستشفيات الخاصة قريبة من ملعب اللقاء وهيتجه طبعا إلى بيته بكرة بإذن الله يكون متواجد في النادي الآلي علشان بعض الفحوصات الطبية الخاصة بيولده عشان نشوفها ينزل التمرين إمتى ولكن من الشوائط كلها طبعا من سلامة وليد كويسة جدا وليد كان عنده ارتجاج خفيف جدا في المخ ولكن الحمد لله بطمينك وبطمينك طبعا نهواند وكل جماهير النادي الآهلي وليد حالته الطبية كويسة جدا ولكن ممكن ما يكونش ليه فرص في لقاء الأهلي والإسماعيلي ده ما يخص وليد سليمان محمد شناوي اللي الكل بيسأل عليه فيه بينفز البرنامج الخاص الموضوع من الجهاز الطبي يمكن الصنار بتعمله كل شوية إشاعة الصنار بإذن الله النهاردة ممكن بإذن الله بإذن الله نوصل لحوالي 70% من التقام الشد ممكن يتم طبعا تجهيزه للمباريات المقبلة وبإذن الله بإذن الله يكون ليه تواجد طبعا في مباراة الأهلي والزمالك عندنا ساقة كبيرة جدا في حارس المرمى علي لطفي ومصطفى شبير وحمز علاء ولكن طبعا محمد الشناوي الحارس رقم واحد في الوطن العربي كله يعني فبإذن الله تبنالوا بإذن الله السلام ويرجع بألف مليون سلام النهاردة التمرين بعد مباراة النيجر بالأمس بطل النيجر والفوز الكبير نتيجة محببة لكل جماهير النادي الأهلي بستة أهداف مقابل هدفه الأهلي بيتأهل إلى الدور القادم في البطولة الأفريقية يكون التوفيق بإذن الله مع النادي الأهلي ونفوز بالبطولة الأفريقية البطولة أيضا المحببة لكل جماهير النادي الأهلي من خلفي الآن على الهواء مباشرة وتمرين خاص وحصري لشاشة تقنات النادي الأهلي والعبي النادي الأهلي بيجري التدريبات طبعا كريم طبعا نهوان دي كل اللعبين المقيدين في القائمة الموجودة في النادي الأهلي حق لهم المشارقة في اللقاء الأول في بطولة الدوري يعني ممكن بإذن الله نشوف ميكسوني ممكن نشوف بيرستاو المفاجأة اللي ما شاء الله ماشي كويس جدا في التمرنات حسام حسن كريم فؤاد عمار كريم فؤاد يعني كل اللعبة اللي تم استقدمهم ليه النادي الأهلي كل اللعبين المعارين الموجودين تحت طبعا قيادة فنية المستر رابتسو مسماني أي أن كان الكل جاهز لي المباراة الأولى مباراة الإسماعيلي والأهلي يا رب بإذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الأهلي في الستارت يوم الأربع بإذن الله نبدأ قوي بإذن الله عشان بإذن الله بإذن الله يكون البطولة من نصبنا بإذن الله معك كريم معك نهوان دي لفاقي استفسار معاكم لسه لسه أختك نهوان دي عندها سؤال خليك معاك سباح وخير عليك يا شريف ومشهد جميل نحن نشوفك ووراك يعني اللعبة وملعب التتش والتدريب بحاجة أكيد يعني كده إن شاء الله موسم يبقى قوي جدا خليني بس أروح معاك من كرة القدم لهانا جودة وتنس الطولة لأن هي بالأمس بطالتنا هانا جودة فازت بيق الميدالية الفضية لبطولة بولاندا الدولية للناشئين تحت 15 سنة وحاجة مشرفة جدا يعني فلو عندك برضو تفاصيل خلينا نعرف الناس اللي بتتبعنا نتفضل أحلامك أوامر زميلة نهوان دي أي حاجة تسأليها نكون محضرينها جاهزين لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي بالفعل بطولة طبعا بطولة دولية لتنس الطولة في بولندا هانا يمكن معجزة تنس الطولة في العالم الحديث العالم كله على هانا جودة يمكن ترتبها الأول من 653 ما شاء الله راحت ل407 على المستوى الكبار هي لسه لعبة صغيرة ولكن ما شاء الله ما شاء الله عمل نتائج مبهرة في تنس الطولة بطولة دولية في بولندا يمكن المباراة النهائية أمام بطلة ألمانيا بتخسر للأسف 3-2 يمكن تقدمت أول شوطين 11-5 و11-8 وبطلة ألمانيا طبعا إدرت في آخر المباراة تفوز بتلت أشوات 6-11 و10-12 و10-12 لتتوق بيئة البطولة وهنا تتوق بيئة المديلة الفضية لعبة واعدة لعبة كل الأمل عليها أن هي تشرف طبعا النادي الأهلي ومصر في المحافل الدولية لعبة موهبة جدا في تنس الطولة النهاردة بطولة فضية ولكن إنجازتها كتير جدا وبإذن الله القادم كل يكون دهب لها زميلة نهوانت بالإذن الله وبنشكرك جدا جدا على هذه التغطية الرائعة زميلة العزيزة المتقلق شريف شعبال شكرا لك